أن تأتي بعد خمس مواجهات سعصة فيها الفوز من قبل العين على الجزيرة شو سر الفوز اليوم؟ سر الفوز أن العين فريق متكامل ريبروف بث الحيوية في صفوف اللاعبين أيضا التعاقدات الجيجية سفيان رحيمي أعمل إضافة كبيرة هذا العين الموسم الماضي كنا نقول موسم للنسيان وكان جمعي يتحدث عن العين بحسرة اليوم الجمعي يتحدث بإعجاب رغم أنه التغييرات طفيفة لكن هناك ربان يقف على الخط يريد أن يثبت وجوده هذا إلى مكانه الطبيعي ممكن أن نقول نادي العين بكل تأكيد وهو الآن الفريق الوحيد أقرب للعلامة الكاملة بدون خسارة وأيضا لديه هداف لابة تخيلي أن الفرق بينه وبين أقرب واحد سبع هداف مسجل 13 هدف وأقرب بطاردي 6 هداف فقط فالمنظومة كلها متكاملة دفاعا ووسطا وهجوما وأيضا على مستوى الإدارة الفنية المدارة طيب لكن بعد الهدف أختفى حقيقة أن تشوف الفرق فريق الموسم الماضي كان هو البطل وكان يفترض أن البطل يعزز البطولة يعزز الاستمرار يعزز الموقع كبطل فريق كان أيضا للموسم الماضي زي ما ذكر الكابتن وكان يتحدث عن أعلامات استفهام واستغراب عن وجوده اليوم أيضا استطاع أن يعود من الباب الكبير ويتصدر وأعتقد أن العين اليوم من خلال هذه المرات تحديدا أرسل رسالة أن البطولة عينوية سواء على مستوى الأداء التي شفناها الأهداف حقيقة اليوم صدمت من مستوى الجزيرة الخسارة واردة في كرة القدم من يخسر الجزيرة والعين من بعض طبيعي جدا لكن أن تخسر بهذه النتيجة أنا أعتقد اليوم أن العين أشفق كثير على الجزيرة وأحترم تاريخ الجزيرة وإلا كانت النتيجة ربما قاسية أو كارثية نعم